اشتركوا في القناة دكتور يعني هنتكلم عن التعصب ولا هنتكلم عن التكلم لا عن النقضي هنتكلمه لكن عمده اهلاوي لكن احب الزمال المعادلة صعبة دي ولا صعبة صعبة على كل متعصب صح يا كده لكن اللي بيحب الكرة ويحب اللعبة الحلوة ويحب الفريق اللي فعلا بيقدي مهما كان من عقبات أو مهما كان من مشاكل قدامه ده بيبقى فعلا حد رياضي فعلا رياضي مش بمعنى رياضي بس معرفي لان برضو فيه انسان رياضي وفيه انسان ممارس للرياضة تمام فالممارس للرياضة بيحب الحريف صح بيحب اللعيب الموهبة بيحب الموهبة تمام والموهبة المثقلة طيب دكتور عايزين كده في بعض النقاط كده ما هي علاقة الرياضة بالدين طيب بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد دينا رياضة دينا قائم على الرياضة تمام قد يظن البعض أن الرياضة للجماعة اللي هم مطرفين اللي عنده وقت زيادة واللي عنده رفاهية في المادة ورفاهية في كل جوانب حياته تمام مده خطأ بل الرياضة يعني إحدى ثقافة المسلمين الرائدة كل المسلمين كل المسلمين من عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن نجد أن الرياضة قاسم مشترك في كل حركاتهم وسكنتهم حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللي ممكن يكون عنده مشغوليات أكتر من سيدنا النبي ما أزنش صعب يهم الأمة كله على كتافه صلى الله عليه وسلم وعلى الرغم من ذلك يعني يلعب مسابقة العادو الجر هو وستين عائشة يعني النساءه زوجته ويتسابق فتسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة في بدايات زواجه منها ثم بعد ذلك تقول ستين عائشة فبعدما حملته اللحم يعني سمت تخنت إيه اللي حصل قال صلى الله عليه وسلم هل أم يا عائشة وأخر الجيش عارف يعني أخر الجيش يخلي الجيش واحدة واحدة كده ويبدأ هو يعمل مسابقة العدو مع ستين عائشة فيسبق السيدة عائشة والله يعائشة هذه بتلك وحدة بوحدة وحدة بوحدة ولو اتكلمنا بقى على السمنة اللي هي تعد يعني من أخطر الأمراض اللي موجودة حاليا نجد هنا أفضلية اليقى البدنية تمام لأن شوف سيدنا موسى كان قويا شوف ربنا تبارك وتعالى لما زكى سيدنا لوط وزاده بسطة في العلم والجسم يعني زاده على أقرانه على كل من حوله بسطة زيادة في العلم والجسم كان سيدنا داود ولا طالوت طالوت سيدنا طالوت وشوف بقى الجمال والحلاوة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ويقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن لبدنك عليك حق بدنك لي عليك حق فأعطي كل الذي حق حقه طب حق البدن فين؟ في الرياضة حق البدن هيظهر في الرياضة الصحة العامة للبدن سواء مأكلك أو مشربك سواء أحركتك لأن الحركة ذاتها رياضة شؤون الحركة رياضة وأنا بصلي يعني أقوم بحركات رياضية وأنا في الحج وأنا بطوف حوالين البيت وأنا في المسعى ما بين الصفا والمروة وأنا في كل حركاتي وسكنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني الصلاة القريب من المسجد يفضلها صلاة البعيد يفضلها صلاة البعيد اللي بساكن أبعد ياخد أجر أفضل أفضل وشوف الخطوة نفسها بترفع درجة وتحط سيئة أو خطيئة وطبعا سيدنا رسول الله طبعا ركانة طلب من المصارعة ركانة بيطلب من سيدنا النبي المصارعة كان أقوى المصارع العرب كان أقوى المصارع العرب نعم سيدنا النبي هنا هيصرع وهو ما عندهش لياقة بدنية يبقى هنا على فكرة كل العبادات تحتاج إلى لياقة بدنية وأنا بصلي محتاج لياقة بدنية عشان يعني ما تحابش وأنا بزكت ولا أتعب وأنا بقوم من السجود والركوع ولا تعب وانواي في بقرة لان هتبص في المسجد كده حضرتك بتصلي في المسجد شوف كم كرسي موضوع في المسجد مش قل من تلت المسجد ناس قاعد على كناس وشباب صغيرة غير قادر عنده بقى الرماطايد عنده بقى خشونة في المفاصل عنده النقرس عالي خلاص جسمه مفوش لياقة بدنية جسمه غير قادر على انه يقوم بالمهام العبادات حتى في الصيام الافراد في كل شيء يعني مؤشر خطر حتى في العبادات نفسها كل العبادات الصيام يحتاج الى لياقة بدنية صومه تصحه يبقى الصيام هاجعلك صحيح طب لو زودت في الصيام يجي سيدنا النبي يقول لا تلاتة يقفوا قدام باب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اول واحد يقول انا بقوم للكله والتاني يقول وانا بصوم الظهر كله والتالت يقول وانا لا اتزوج النساء شوف سيدنا النبي لما يطلع يقول تعالوا بقى انتم محتاجين توجيه المسألة مش كده لازم ندي كل شيء حقه وحق الجسد عليك لان الانسان بنيان الله ملعونه من هدمه انا ههدمه بالسمنة ههدمه بالكسل ههدمه بقى بالقعدة الطويلة قدام وصال التواصل الاجتماعي ههدمه بشكل او باخر ومش هلعب رياضة لا انا عايزك تلعب رياضة انا عايزك تروح الجيم لان الجيم ده مكان خاص بالرياضيين لا عمرك شوفت حد في الجيم بيدخن لا مش هيدخن في الجيم مش هيقعد حتى غيبة وناميمة مركز في الالحاب بتاعته وبعدين بيطلع بعد كده قوي البنية سليم البنية ومنسمى الرياضة علاج للمشاكل النفسية الرياضة علاج للكآبة وبوادر الكآبة الرياضة انا لو مشيت شوية على المشاية كده ولا حتى تمشيت شوية انا كده هجدد الدورة الدموية بتاعتي وهدخل اكسجين لجسمي وهيبقى علاج للامراض حتى الكورونا بيقولك عايز تعلاجها امشي اتمشي اخرج في الهواء شم الهواء ناشط عندك حيوية وعندك نشعة تمام دكتور بالنسبة عايز اتكلم عن التعصب الرياضي او التعصب الاعمى في الرياضة بين الجمهور اذا كان جمهور اهلي او زمالك او اي فرقة او اي فرقات الماء مشكلة اه والتعصب عن متى اعمى او مبصر تمام ايا كان سواء كان اعمى او كان مبصر لكن هو في الحقيقة كل التعصب اعمى لان التعصب ما يقودك ردود افعالك ما يقودك عواطفك مش حقلك مش الحق بتندفع اذا اوضنا سيئة اه ده مطلع يوصل للاتل لا بل وصل بل وصل فبرسعيد حصل ايه حصل حصل اه وصل للقاتل وبعدين ده وبين دول وبين دول اه 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 مش بين افراد بس فاذا التعصب كله مزموم والرياضة ان وصلتني للتعصب فخرجت من طرق من كونها مباحة كونها حلال الى كونها حرام ممنوعة لانها ادت الى عرام ادت الى معصية ادت الى قطيع اتراحل الى قتل نفس وقتل نفس وقدت الى ازهاق الروح وقتل النفس ادت الى المشاحنة فيما بيننا وبين بعضنا فهتصل هنا الرياضة هتصل بيا الى الحرمة بعد ما قلت لا ده لعبة مباحة وفيها نوع من انواع التعارف والتواصل على لعبة يعني هتبني بنياني الجسدي هتبقى نخشه في سكة خطأ وخطأ كبير جدا ان انا اروح للتعصب طيب كذلك حكم الدين في التحفيل التحفيل اللي انا فرقتي كسبت او فرق تانية اللي انا ما بشجعهاش خسرت ببدأ احفل وازم في الاخرين بشكل سيء بشكل يعني بطريقة سيئة على مواقع التواصل الاجتماعي فالتحفيل ده يعني رأي الدين في ايه طبعا هو نوع من انواع التعصب برضه يعني انا لما احفل معناها ان انا بستفز ايوالا حريق تمام ومش بس بستفزه ده انا هنا ولا تنابزه بالالقاف انا هنا هروح اشتري تمام وتوصل للقذف وهروح بقى يعني افعل اشياء فيها تجريح للقدام ومن ثم هيبقى فيه رد فعل من اللقدام اكيد لان فيه اهانة فيه تجريح طبعا فيه قذف فاكيد لازم فيه رد لكل فعل هو رد فعل والرد الفعل ده مش هيكون رد حكيم لا رد سيء هيكون رد سيء يعني الطرفين هنا انجروا الشيطان جرهم الى كرسة الى مصيبة تمام فالتحفيل عامة لانه برضو نوع من التنمر ان انا اتنمر بيه هنا التحفيل عامة مرفوض سواء بقى كان رياضي او كان سياسي او كان اجتماعي او بأي صورة من من صورة ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لو تلاتة ماشيين مع بعض ماينفعش اتنين يتكلموا مع بعض كده ويشوشوا بعض ويسيبوا التالي لان ذلك يحزنوا لازم تستأذنوا لان هيحزنوا ما بالك التحفيل انت عارفت معنى كلمة التحفيل في اللغة يعني التجمع والتجمع بكسرة يبقى احنا لما نتجمع على باطل تبقى كرسة تبقى مصيبة تبقى وقيعة يبقى هيترتب على هذا الباطل ان احنا تجمعنا عليه ازية فردة او جماعة فتموعة يبقى انا هنا كون ان انا فزت في هذه اللعبة لابد ان يكون عندي حاجة اسمها روح رياضية وهذه الروح الرياضية موجودة عندنا في ملعبنا بشكل جميل ورائد اخلاق وادب حضرتك بتدرب فريقك على الاخلاق وعلى الادب وعلى ان انا لو كنت كسبان بروح رياضية وبتواضع بروح يعني اسلم على المنافس ليا ما سموش خاص اسميه منافس ليا اسلم على المنافس ليا وقوله هارد لك وفرصة تانية ليك تكون افضل ان شاء الله وانتوا النهاردة لعبتوا كويس بس ما حلفكوش الحظ ان شاء الله المرة الجاية تكونوا افضل وتكونوا احسن والطرف الاخر برضو المهزوم يبدأ يقول لي يعني برافو عليك او احسنت او انا تسعيد ان انا لعبت قدامك في بعض الجمل والعبارات لما المدربين بيعلموها للمتدربين للعيبة واللعيبة تبدأ تقولها وابدأ انا كمجتمع وكاعلام اسقف ليها وازكيها واقول فعلا احسنتم ودي نمازج ايجابية يبقى هنا انا قادر على ان انا ما جيبش حاجة اسمها تحفيل على حد او ان انا اتنمر على حد او ان انا ادوس على حد بكون ان انا كسبت او كون ان انا تميزت وبعدين الكورة زي ما بنقولوا النهاردة معاك بكرة عليه بكرة عليه او ما تتمنش النهاردة فيه ايه دكتور طبعا لعبة مسيطرة على الجميع بين الافراد اذا كان طفل او شاب او راجل بالغ لعبة بابجي حكم الاسلام في هذه اللعبة اللي ضغط بكل المقاييس على مجتمعنا بين الاطفال والشباب ما هو رأي الدين في طاديع هذا الوقت الكثير يعني عندنا لعبة في قطعات الناشئين بيصهروا قدام اللعبة ييجي الماتش مش قادر نركز اذا كان في دروسه في البيت او في مباراته مع النادي مش قادر نركز التركيز الكل جسمه همدان كسل مش قادر والسبب الرئيسي الصهر على لعبة بابجي فمن حكم الدين في اضاعة الوقت امام هذه اللعبة طيب لا تزولها قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربعة عن اربعة وبعدين قبل ما اتكلم عن الاربعة واتكلم عن الوقت واهدار الوقت سواء في لعبة بابجي او غيرها حتى كورت القدم نفسها ما ممكن نفسها كورت القدم ذاتها كورت السلة كورت اليد تأخذ الانسان الى هذا المنحنى الخطر تمام تاخده الى مضيعة الوقت تاخده الى راقة الدم زي ما كنا بنتكلم من شوية في التعصر تمام هتاخده الى سكك هذه السكك قد تصطدم ايضا بالعقيدة يعني لعبة بابجي في فترة من الفترات كان لابد اللعب عشان ينتقل من مرحلة لمرحلة انه يسجد لصنم ويحيي صنم ويمكن تشالت يعني هذه الواقعة لكن اللي عايز اقوله ان لعبة بابجي او اي لعبة ايا كانت لو مشت بيا في السكة دي يبقى انا هنا رايح للخطر للخطر المترتب عليه حرام لان كوني انا هصهر طول الليل هيأثر على لياقة البدنية ولا لا مش هخليني اصلي الفجر ولا لا طيب والشغل بتاعي ان كنت موظف طيب ودراستي ان كنت طالب طيب وتركيزي اذا كان مطلوب مني ان انا ركز حتى في حياتي يبقى اذا هنا ايه العائد علي من وراء هذه اللعبة العائد كله سلبي سلبي كله سلبي فمعنى كله سلبي معناه ان هنا في لمبة خطر بتنور يا ولي الامر كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعياتي يبقى لكن زي ما كنت بتكلم انا مع حضرتك من شوية وبقول لك ما تقاومه يقاومك ما تقاومه يقاومك يعني انا لو جيت لابني قلت له لا او خدت التليفون منه وشيلته ومنعته من انه ياخد التليفون هيحاولي يستسمحني وهيلعبها من وراي او هيلعبها في الصيبر او هيلعبها مع واحد صاحبه او هيكون محروم ممنوع وعنده مشكلة وفيه كاب والممنوع مرغوب داخلي احسن يبقى انا طب اتصرف ازاي اتصرف ازاي في هذا الامر لابد ابناءنا بالذات في هذه الايام يعني يشعرون بالفراغ تمام وشيئان مغبون فيهما كثير من الناس او نعمتان مغبون فينا كثير من الناس الصحة والفراغ يبقى الفراغ خطر صح العقل يعني وعاء ان لم تملأهما ملئهواء ملئهواء يا اما هتحط فيه حاجة نفعة يا هيبقى فيه حاجة له فالصحة والفراغ حكتين نعمتين عظيمتين اعطاهم الله وتبارك وتعالى الانسان هتحافظ عليهم صحة لو عندي صحة وما عنديش وقت مش هعرف اقدي صح طب ولو عندي وقت وما عنديش صحة مش هعرف اقدي فابناءنا والجيل بتاعنا بالذات حضرتك بتتكلم من شباب بتقول صغير وكبير ابناءنا الصغير والكبير انت دلوقتي عندك صحة وربنا تبارك وتعالى اعطيك صحة هتضيعها في لعبة ليه هتضيع وقتك ليه طب هي لعبة من الالعاب الجاذبة هي بتشد الشباب وبيجد فيها نفسه وتفريغ لطقته الداخلية لانها كلها لعبة قتالية بيبدأ يقاتل فيها ويبدأ يرتقي من مستوى لمستوى أعلى وهكذا فبيحصلنوا عملية جاذب ده محتاج ان احنا نخلق له شيء يشده من هذا العمر حفزوا بقى حفزوا ازاي حفزوا بالمادة حفزوا بالخروج والفسح حفزوا بالمشاركة المجتمعية حفزوا ابدأ بقى شوف هو ميلو فين ابدأ اخلق له واجبات عشان اغير علشان الفراغ تملى الفراغ اللي عنده لان الفراغ اللي عنده هو الذي دفعه ودفعا للجلوس هذه الساعات الطويلة امام هذه اللعبة ده بيخش بها دورات المياه وده وسط لمرحات الادمان ما هي ادمان فعلا هو ادمن الجلوس على هذه اللعبة لكن تعالى لازم ينبه لازم ابني ده او اخويا او جاري او صديقي لازم ينبه خلي بالك انت دلوقتي رايح لمنحنى خطر انت عندك وقتك بيضيع ما بتستسمنش تستسمر وقتك انت وقتك بيروح منك في لا شيء في فراغ في النهاية حصلت في النهاية وصلت الاعلى المستويات في هذه اللعبة ايه اللي حققته حتى لو حققته خاصة بقى ان انا سمعت يمكن قبل الحلقة بأتكلم مع حد في هذا الامر قال لي كمان ده فيها نوع من المقامرة لان بيحصل شراء وبيحصل خسارة وبيحصل بيع مثل هذه الاشياء تحتاج الى ضابط شرعا اه طبعا لو وصلت لهذا الامر الجعل اللي هي الجائزة لازم تكون خارج المتسابقين يعني الجائزة الكاسي اللي هدهولك ده او الجائزة اللي هدهالك لازم تكون خارج المتسابقين اللي اتنين يكونوا مش هما اللي دفعين تمنها لكن لو اللي اتنين دفعين تمنها يبقى هنا في مشكلة اه في مشكلة هنا دينية عندي هنا دخلت في الامر لانها هيشحن الصدر الاخر هيبقى فيه حاجة في نفسه لما يخسر يبقى دفع فلوسه وكمان خسر يبقى هنا المسألة يبقى فيها شيء في النفس فلذلك الشرع حرم مثل هذه الألعاب اللي دي حرم خلاف بقى على قتل الوقت وهدر الوقت خلاف على طرق الواجبات شغلي صلاتي تفقدي لأهل بيتي واجباتي الاجتماعية بكل أشكالها وصورها دكتور أحمد طبعا في نقطة أعزة أتكلم فيها برضو أهل الخير بقرية من كرة مركز كفر الدوار قرية السباغين بكفر الدوار أهل الخير عملوا مسجد بالمجهودات الزادية طبعا إنما يعمروا ما سيد الله من آمن بالله وليوم الآخر مزيد صراحة حنطلع لتقرير بس قبل ما نطلع تقرير كلمتين كده عن الحاجة الجميلة لقرية السباغين طبعا من أعظم القرى الاستثمار في بيوت الله تبارك وتعالى من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة يا بخت اللي يبني مسجد يا بخت اللي يحط حاجة في مسجد يا بخت اللي يكون معمرا لبيت الله تبارك وتعالى ومساندا للدعوة الإسلامية ويعني واضعا حجرا حجر أساس داخل المسجد فهو من الصدقات الجارية الإنسان إذا وضع حجرا في المسجد قام على دورات المياه أو المراوح أو السجاد كل حاجة في المسجد صدقة جارية أجرها عظيم عند الله يتبارك وتعالى نفاه بعد الموت نعم ولكن طبعا بضوابطه التي وضعتها الدولة بمعنى أننا لابد أننا في وزارة الأوقاف مسؤولة عن المساجد لازم أكون تابع لوزارة الأوقاف في الأرض ما تكونش مغتصبة لأن هناك بعض المساجد التي بنيت على أراضي مغتصبة فالمسجد الذي يبنى على أرض مغتصبة الصلاة فيه باطلة فضلا عن كونه مسجد أصلا ضرار لكن المسجد إذا كان فعلا أرضه أرض طيبة ماله ما الطيب الناس اللي قيمين عليه ناس طيبين يبقى يا بختهم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يشركنا معهم في الأجر والثوات أمين يا رب طبعا في ختام هذه الفقرة الشيقة بنشكر الدكتور الشيخ أحمد صالح أحد علماء الأظهر الشريف شكرا جزيلا الدكتور هنطلع لفاصل نشوف طبعا العمل الخير وبناء المسجد على أعلى مستوى بقرية السباغين مركز كفر الدوار محافظة البحيرة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أعزائي مشاهدي ملعب بلدنا الأستاذ زميل كابتر أحمد فوازي سعيدنا يكون معنا الحج سامير حينيش المشرف والقائم على إنشاء مسجد السباخين ومنشيت عمر بكم البارك أحنا حاج سامير يا مرحب يا مرحب بيك ألف ومبروك على إنشاء المسجد وتحكينا بقى كيفية إنشاء المسجد وجهز الله يبارك فيك والمسجد دي كان كان مسجد مستعمل أنا كان ساجط على السوود كده وأهل البلد بحالها الحاج الصلاح والحاج ساعد كبرا البلد بحالها السبغين بحالها كلية ساعدت فيه وكل العالم اللي بره وكلنا والحاج صلاح السباغ والحاج ساعد السباغ والحاج عبد السلام والأستاذ عبد السلام أخذت بالك إزاي وأهل البلد بحالها ساعد فيه وكله قام بي والحمد لله تم على خيره بالمشروع الززتية والأوقاف جاتس برضه هنا فتحته اللواء رئيس مجلس المدينة بكفر الدوار بمحافظة البحيرة أولي فتح البلاء المسجد والحمد لله رب العالمين مرحب بي حضرتك السلام شكرا توجه لأهلكم بركة اللهم مدوا ديهم أيض حضرتك كنت مشرف على لم وعادة سيارة المسجد الحقيقة المسجد ده كان طبعا ده لسيخوز زي ما أنت حضرتك عارف بصراحة بفضل أهل العزبة أهل القرية وبفضل مهندس عندنا ابن القرية المهندس محمد هو اللي قايم على الإشراف للجامع وبفضل جهود وأهاليكم البركة والناس فعال الخير تم العمل اللي انت شايف الصرح العظيم ده والحمد لله الناس كلها ما تأخرتش في يوم عن بناء المسجد ولا تأخرت في المساعدة ولا تأخرت في الشغل الحقيقة كان عمل رائع ملحمة متكملة من أهالي عزبة السبغين والفضل يرجع لربنا سبحانه وتعالى لأهل العزبة جميعا وللباش مهندس محمد عبد السلام حنيش اللي هو قائم على أعمال المسجد بأمانة الله هو الفضل يرجع له لأنه هو جام بيعتبر بيعتبر بالشغل كله في الجامع من الألف للياء إشراف ومجهود وبصراحة ما بخلش علينا بحاجة خلاص لأن احنا أهله وهو فعلا بر بأهله البنز محمد فعلي مننا كل الشكر هو الاحترام والتقدير إزالة جبنا طلب من الأواف وعملنا إحلال وتجديد من المسجد المسجد كان على مساحة 140 متر اشترينا جزء من المسجد برضو ووسعنا المسجد بقى مساحة الدول الأرض 300 متر عملنا الدول الأرض في جزء من المسجد والجزء الثاني استقطعنا جزء حمامات فوق الحمامات عملنا جزء مصالة سيدات بعد كده عملنا فوق المساحة المسجد كلها 300 متر برضو من وفوق ديات كمساحة إجمالية للمسجد بمعنى أن المسجد عندنا الحمد لله بعد ما كان 140 متر أصبح 600 متر مساحة مصطح إجمالية فرحة كبيرة جدا مع التجمع الجميل ده أنه لاحظ أنه ساهم في المكان ده ويبدأ مبسوط جدا جواه مبسوط الناس بحالة مبسوطة كده النهاردة بسم الله ما شاء الله أول ما بدأنا هنا الجامع كانت السيورة ضعيفة جدا بس الحمد لله الناس كلها بسم الله ما شاء الله هنا المنطقة هنا بسم الله ما شاء الله جهود ذاتية كلها بتبرع بسم الله وحبيبنا كتير في كل حتة عمد لله ناس كلها بتحب الخير وربنا سهل حال وما فناش خاص الحمد لله ترجمة نانسي قنقر